في ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية الشقيقة اجتملت رزنامة فعاليات الاحتفال على اكثر من مائة وخمس وثلاثين فعالية اقيمت في اكثر من مائتين وخمس وثمانين مدينة من مدن ومحافظات المملكة وقد اقيمت الاحتفالات والعرضات الشعبية فيما اضاءت سماء مدينة الرياض العاب الليزر مسجلة رقما قياسيا في موسوعة جينيس العالمية كاكبر كمية العاب النارية في العالم تفاصيل اكثر في تقرير مراسلنا سامي الحمود تحت شعار للمجد والعلياء احتفلت المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين لتأسيس المملكة برزنامة متنوعة من البرامج والفعاليات تجاوزت 135 فعالية في اكثر من 285 مدينة من مدن ومحافظات المملكة نفخر نحن كسعوديين بالنماء الاقتصادي والسياسي في المملكة العربية السعودية ونتمنى من الله ان نكون شركاء في هذا الانجاز وتحقيق نمو اقتصادي وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 20-30 ان شاء الله بإذن الله وشهدت مدينة الرياض تنظيم اكبر كرنفال وطني ضم اربع فرق موسيقية محلية وعالمية وفرقا فلكلورية شعبية اضافة الى عروض تكنولوجية وفنية باول مرة تقام في مدينة الرياض الحمد لله المملكة العربية السعودية حققت انجازات كبيرة على المستوى الاقتصادي على المستوى التعليمي احنا ما كنا ننظر لها بشكل كبير احنا في المستوى التعليمي اليوم احنا قفزنا قفزات جدا عالية في الثقافة في الترفيه الحمد لله الامن في المملكة العربية السعودية نشعر بامان كبير احنا الان المملكة السعودية وانا اقدر اقول انا سعودي وافتخر والله الحمد كما اجتملت رزنامة اليوم الوطني على اوبريتات ومسيرات وطنية من بينها ملك وشعب ووطن عز وفخر وسيرة مجد شاركت في تنظيمها كافة المؤسسات والجهات الحكومية بمناسبة اليوم الوطني المملكة العربية السعودية نبارك الملك سلمان بن عبدعيز والولي عهده محمد بن سلمان ونحمد الله على الامن والامان والله يديم ان شاء الله وتميزت البرامج الاحتفالية بتوظيف تقنيات الضوء والليزر والخرائط الثلاثية الابعاد التي تجسد الماضي بالحاضر تزينت ابراج وشوارع الرياض ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية والتي تعكس واقع الفخر والاعتزاز لتوحيد هذه البلاد على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثرى سامي الحمود لتلفزيون البحرية الرياض